لا تخرج الميليشيات من صراع إلا لتدخل في صراع آخر لأسباب وذرائع مختلفة عنوانها الرئيس السطوة والنفوذ معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قال إن الميليشيات الولائية في العراق دخلت معركة كسر عظم بسبب الصراع على زعامة الإطار التنسيقي بين بدر والعصائب وأضاف المعهد أن جولة من الانتكاسات في عدد من المحافظات قوضت طموحات زعيم ميليشيا بدر هذا العامل في قيادة الإطار حيث فشل في تعظيم سيطرته على المحافظين المعينين بعد انتخابات مجالس المحافظات عقب تلقيه ثلاث ضربات الأولى كانت بمنع رئيس الجمهورية من التصديق على محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري وذلك بضغط من نور المالكي وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب التي اتهمت ميليشيا بدر بالخيانة وفقا لتعبير نائبها في البرلمان محمد البلداوي الضربة الثانية كانت في واسط حيث سعى هاد العامري أيضا إلى تعيين وكيل له في المحافظة وفشل في ذلك ما أدى إلى تجدد الخلاف مع زعيم ميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية أما الضربة الثالثة فقد كانت الأشد حيث طرد محافظ ديال السابق مثنة تميمي الذي يدور في فلك العامري ما يشير بشكل واضح إلى بدء فقدان ميليشيا بدر نفوذها ببطء في ديال لصالح العصائب حيث برزت خطوط التصدع هذه بصورة أكبر بعد أن أخطأ هاد العامري في حساباته عندما سعى إلى نزع فتيل التوترات القائمة منذ فترة طويلة من خلال ترشيح بديل عن مثنة تميمي وهو محمد جاسم العماري نجل رئيس المحكمة الاتحادية المقرب من العامري قبل أن يتبين أنه لم يتجاوز السن القانونية لينعكس ذلك على طبيعة العلاقة المتوترة مع ميليشيا العصائب التي تسعى لفرض هيمنتها على الإطار التنسيقي وإزاحة هاد العامري في وجه آخر من صراع الميليشيات الذي يحرق أرض العراق شكرا